دكتور يعني بعد مرور عشر سنوات الآن والإعلام دائما هو العين الرقيبة أيضا على ما يحدث من حراك في الشارع وما يحدث في البلد بشكل عام أنا بدي أحكي لك يعني إحنا شاهد عليان على كل مرة كيف من شاهد التطور من شهر لشهر في مصر في تغيير في تغيير إيجابي واضح سواء كان في البنية التحتية في المشاريع المزاج العام للشارع المصري فبعد عشر سنوات كيف تصف لنا التطورات التي حدثت في مصر في العشر سنين دول كان في معركتين مهمين جدا معركة كنت بنطلق عليها معركة البقاء وهي معركة كانت مع الجماعات الإرهابية لأنه كان في استهداف لكسر هذا البلد فدي كانت معركة للبقاء معركة وجودية والمعركة الأخرى هي معركة البناء مصر اخترت بزكاء شديد جدا القيادة السياسية كان يمكن أن يستسلم لأننا بنحارب الإرهاب يعني يعود سنين طويلة لا صوت يعله فوق صوت المعركة زي ما بيقولوا وكل أي حد يتكلم عن أي مشروع أو أي مطالب أو أي تطوير في أي حاجة مثلا فيقولوا خلونا نخلص بس الإرهاب الأول إحنا عندنا إرهاب ويمكن كان يستمر ده فترة طويلة لكن في نفس اللحظة التي قررت فيها تخوضي معركة البقاء ضد الإرهاب فأنت قررت تخوضي معركة بناء لأنه البلد كانت مفتتة تماما منهارة تماما البنية الأساسية فيها إحنا كنا عايشين ده يعني كنا شايفينه بالإضافة إلى أنه في إمكانيات كتيرة جدا في مصر ما كانتش مستغلة يعني إحنا كنا عايشين على أقل من 7% من هذه المساحة الشائعة الشاسعة أنت بعد 10 سنين هذه المساحة تضعفت الآن يعني بالمدن الجديدة بالاستصلاح الأراضي اللي حاصل بالامتداد ده فده مثلا سمر من سمار هذه الثورة أنك بدأتي تبني في نقطة مهمة فيما تعلق بالإعلام يعني أنا هذكر لحضرتك أنه بعد ما تولى الرئيس أفتاح سيسي في 2014 عمل اجتماع مع الإعلاميين وقال لهم إحنا عندنا معركتين معركة خارجية ومعركة داخلية قال لهم أنا بالدبلوماسية السياسية هنتولى المعركة الخارجية لأنه كان دول كترة جدا معاطعة مصر ومنظمات كترة جدا معاطعة مصر الإعلام الدولي بيشوه الصورة تماما فهو قال إحنا يعني بالدبلوماسية الرئاسية واعتقد أنها حققت إنجازات يعني تحول الخصوم مش مجرد أصدقاء لا إلى حلفاء يعني ودي نقطة مهمة جدا لكن وقال إنه الإعلام أنتوا بقى الإعلاميين عليكم المعركة الداخلية لأنه كان فيه إدراك أنه يعني هذه الجماعة لن تترك الجبهة الداخلية المصرية مستقرة هتفضل تضرب بالشائعات وبالأخبار الكاذبة هي تعمل نوع من عدم الاستقرار تعمل نوع من الألأ اللي هي تشيع مناخ يعني تشاؤمي بشكل كبير جدا حرب نفسية فأي إنجاز تشوهه إذا جينا نعمل القناة القناة السويس الجديدة فيقول ما لهاش لازمة بالعاصمة الإدارية لأ دي أجذوبة أو فانكوش طب الاستسلاحة الأراضي يقولك يعني ده منهج فكانت مهمة الإعلام هنا مزدوجة لأنه كان فيه حرب على الإعلام المصري لإفقاد الناس الثقة فيه يعني هو هيبدأ يعمل حرب نفسية على الشعب المصري فاللي هيتصدى لهذه الحرب النفسية أو الطرف التاني فيها هيبقى الإعلام المصري فكانت عنده مهمة المهمة الأول إنه يضرب بازدقية هذا الإعلام ويشوهه يقولك إنه منحازل النظام وإنه بيطبل النظام وإنه يعني اللي بيشتغلوا في الإعلام دول ويشوه عناصره ويشوه عناصره ثم يقول فكان الإعلام عنده مهمة مزدوجة اللي هو تعزيز الثقة فيه إنه في الآخر هو إعلام وطني يعني لدرجة إنه الإعلامين كتير يعني أنا واحد منهم وطنوما جماعة طب أنا لما جا دافع عن بلدي هل أنا محتاج مبرر يعني إن أنا أبرر إن أنا بدافع عن بلدي أو إن أنا بدافع عن جيش بلدي أو إن أنا أمدح حتى وقسني على جيش بلدي هل أنا محتاج مبرر هل ده يعتبر عيب هم بدأوا بتكنيكات معينة يحصروا الإعلام في الزاوية دي فدي كانت مهمة نكتبني ثقة ثم إنك تشتغلي على الجابهة الداخلية عشان تبددي وتفنيدي كل الشائعات اللي بتتقال وكل الأكاذيب اللي بتتقال وكان وده أمر صعب بالمناسبة لأنه إحنا بتأثير السوشيال ميديا وبتأثير التكنولوجيا إحنا في عصر إنه الناس بتصدق اللي بتسمعه أكتر ما بتصدق اللي بتشوفه يعني ممكن يكون بيشوف بعينيك على الأرض حاجات لكن هو بيصدق اللي بيسمعه ثم إنه الناس بيتميل بتكوينها لفكرة المعارضة الصاخبة والكلام والأسرار وإلى آخره الكلام بيبقى على الإنجازات وعلى اللي بتاعه ممكن يبقى تقيل شوية على الناس أنا أقول لحضرتك على حاجة كنا مع الرئيس في توشكة مرة وبعدين قال أنا شايف إنه الإنجاز اللي إحنا بنعمله هو هيبقى أقوى جهاز إعلامي على الأرض يعني المواطن اللي هو وفي حد بيشككه فهو ممكن يلاقي نفسه مثلا في قرية فالقرية دي دخلة في مشروع حياة كريمة فهو بيلاقي إن فيه تطوير لما هيمشي على طريق كان بيروح مشوار في خمس ساعات فلما يمشي في ساعتين فيعرف إن فيه إنجاز حرب الفارق وهكذا وعايز أقول على حاجة كمان ودي ناس مش واخدة بالها منها ناس نتكلم عن أزمة اقتصادية البلد وقفة على رجليها بفعل إنه فيه من 2014 لحد 2019 أو لحد 2020 قبل كورونا وبعد كده الحرب الفترة دي البرنامج الإصلاح للإقتصاد اللي بدأ من 2016 خلال 4-5 سنين دول عوائد هذا البرنامج هلم خلال البلد وقفة على رجليها يعني لو ما كانش فيه هذا البرنامج برنامج الإصلاح والناس اشتغلت لأ كان الوضع بقى أصعب من كده بكتير فتلاقي الناس في شهر رمضان كان فيه حاجة في المحطات الأجنبية وبعض المحطات العربية كانوا مشغولين جدا بمائدة الشعب المظري في رمضان اللي هو لدرجة أنك تستغربي يعني مثلا ليس إن إن أو بي بي سي أو يعملوا تقرير على السفرة بتاعت المصيرين في رمضان إيه اللي هينقصها عشان فيه عندهم أزمة اقتصادية وبيواجههم مشاكل فتلاقي أنه شهر رمضان ده تحديدا كان شهر الناس لا اشتكت من أزمة ولا اشتكت من السفرة بتاعتهم نقصة حاجة لأنه فيه سر فيه سر هنا ناس المصر هنا الناس بتشيل بعضها وده اللي مخلي حالة من الاطمئنان إنه الأزمات دي مهما يعني كانت قاسية لكنها تعدي وده اللي مخلي كمان لو بيكلم بقى على العلاقة مع الدول العربية وبين مصر النظام ده تحديدا كمان على عكس أنظمة أخرى كان بي تبقى فيه أيام عبد الناصر كانت فيه مشاكل مع دول العربية أيام السليات كانت فيه مشاكل مع دول العربية أيام مبارك هذا العصر يعني بيشتغل بإنه بسياسة سفر مشاكل اللي هو إحنا العرب بدل ما نبدد جهدنا وقدراتنا وفي السراع ما إحنا ممكن خلينا نستثمرها بالزبط